السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم احنا في اللقاء الثاني لاستكمال موضوع بيرت الاستكمال موضوع مخطط بيرت بيرت عشان نذكر فيه اللي هو بيحكي عن البروجيكت افاليواشن اند ريفيو تيكنيكس بروجيكت افاليواشن اند ريفيو تيكنيكس اوكي في المحاضرة السابقة بلشنا في هذا الاكسرسايز كان فيه عن الاتشاطه او الواجبات المتطلبات السابقة واليوق店iego وقت المطلوب للانجاز فيه عننا كان وحسبنا المحاضرة اذا تذكره في المحاضرة كنا نحسبها حسب المعادلة اللي هي بتقول الآتيب مستيك تايم زائد اربعة ضرب الموستيك تايم زائد تقسيم ستة و هذا حلنا في المحاضرة الماضية و بعدين راحنا على الزبارة Shark بمس فيزيو prostitutes المقامر و تكلمنا وadaşشارت اليوم نكمل بس باستخدام الزبارة إيقوني تاعت ايش بيرت ون تاعت بيرت ون احنا بنبدأ في المخطط تاعت بيرت ون بنفس التصميم الي سوينا في المخطط الاول بجيبها هذي بس حبها سحب هذي هي رايحة تكون ايش مقابلة ل يعني البوكس الاول اللي هو ستارت فشو اسم التاسك نيم بتكون ستارت تاسك نيم شو بتكون ستارت 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 طبعا الديوريشن تبعها زيرو هي مجرد زي مايلستون من هون احنا بنبدأ المشروع اوكي الان اول يعني تاسكس بنبدأ فيها اللي هم A و B A و B بيبدوا مع بعض بشكل متوازي اوكي A و B اوكي A هاي بدأ تبدأ A نحنا نعلم على هاي الايكوني شايفين بيظهر عندي اربع اسهم ببدأ هاي السهم السفلي كليك عليه بعطيني بوكس تاني هذا اللي هو نسميه للتاسك ايش تاسك ايش تاسك شو تاسك ايش تاسك ايش انا يظهر عندي هون هايو انه لانجاز التاسك اي انا بدي سكس دايز ست ايام بدي كم يوم بدي ست ايام هاي سكس دايز اوكي هلا هاي بجيبها لهون شوي عشان تكون على نفس المستوى بعدين في عندي بي هاي بي بجيبها من هون هاي بي بجيبها على نفس ايش المستوى بحرك هاي ايش اللي هي تاسك بي كميش الديوريشن تاع تاسك بي سبع ايام تمام هاي خلصتنا A و B هايوم بنفس التصميم اوكي اي بيطلع منها يعني 2 تاسك 2 تاسك هي متطلب سابق اللي هم يعني واجبين اللي هم C و E C بدها 14 اليوم و E بدها 14 اليوم ونص اذا C هاي C هاي C كم يوم بدها C لحد ما ننجزها 14 اليوم وفي عنا E من تحت منجيبها E C بدها 14 ونص يوم 14 ونص يوم اوكي هاي لو رفعتها شوية لفوق على اساس يكون نفس التصميم لاني اشتغلت على التصميم في المثال الاول طيب تمام هلا صار عندي E و C جاهزين هلا بدي D D من وين بتطلع D بتطلع من B التاسك D هي متطلبها السابق B بدها 4 days اذا هاي B كليك اوكي هاي التاسك شو اسمها تاسك D يعني الواجب دي كم يوم بده عشان ننجزه 4 days اربع ايام تمام هلا هون بنجي عند ايش الفينيش الفينيش تاسك هي احنا بننهي المشروع من اخر 2 تاسكس في المشروع اللي هم D و E D و E بس احنا بنلاحظ هون انه C بعد ما تنهيها هي بتصير متطلب سابق لوين لدي متطلب سابق لدي اذا شو بدي اساوي بدي اجر D للامام شوي بدي اجر D للامام هايو وبدي اجي هون على التاسك C هاي باجي هون على شكل السهم شو بسوي بكبس وبضل كابس وبجيب السهم لعند البداية هيك يا ظهر مبين عندي انه انا بس اخلص التاسك C لازم اروح وين لازم اروح على D لازم اروح على D تمام هلا من وين بننهي المشروع بننهي من تاسك D و تاسك E من تاسك D و تاسك E اذا بدي اطلع finish ممكن اطلعها من E ال finish هايها كليك شو اسم هاي التاسك اسمها finish اسمها finish اللي هي نهاية المشروع finish اوكي ال finish كم كم قديش duration بتكون لل finish 0 لانه هاي milestone milestone هلا انا بس بدي اطلع كمان من D لل finish لانه بنت المشروع من عند E ومن عند H D بجيبها هادي لو جبناها لهون هاي زي انتم مش زي ما انتم شايفين وبنجيب H من كمان من وين من عندي ل finish من عندي ل finish تمام ممكن انه هادي التاسك سبح نزيحها شويه على الشمال اوكي هادول الله نزيحهم شويه على الشمال عشان نعطي مجالا التصميم هادي ممكن نطلع على فوق اوكي هادي كله لتنسيق عشان يكون شكل الزح يتعه يقري المشروع لو كان πεطور منス pill احسن تدفك بالتاسكس حسنا هذا الساهم لو كانا هايизнес من هون يكون احسن هذا السهم لو كان بيجي من هون بيكون احسن بيكون احسن تمام هذه ممكن نرجعها شوي لورا هيك ونجيب هذا السهم بينه من وين بينه من هون تمام اوكي هلا لو اطلعنا هون نزغر حجم الشاشة هي من هون نلاحظ انه المخططين متشابهات المخططين متشابهات start a b a b a بتطلع على c e a بتطلع على c o e تمام b بتروح ل d b بتروح ل d ومن c كمان ومن c كمان ل d بعدين الفنش من d o e الفنش هاي ها جايها من d o e تمام سوي save هلا بنكبر عشان نبدأ في الحل احنا بنلاحظ انه البوكسز هلا صار المخطط العلوي ما بلزمنا بلزمنا بس المخطط ايش احنا بنلاحظ هون انه هاي البوكسز فيها كم معلومة واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبع معلومات بده اول معنوب هاي التاسك نيم عبناها الو اسم التاسك او الواجب بعدين الديوريشن هلا فيه مصاري اللي بنسميه زي ما بتلاحظ هون ايرل ستارت ايرل فنش مصاري التبكير يعني ايرل ستارت البداية المبكرة لهذا الواجب و ايرل فنش البداية يعني النهاية المبكرة لهذا الواجب والمصاري الاخر اللي هو مصاري الليت ليت ستارت اند ليت فنش يعني البداية المتأخرة والنهاية المتأخرة وفي هون الاسلاك اللي هو الوقت المهمل أو الهامش أو الوقت المرن اللي أنا ممكن أبدأ في هذا التاسك هل معي مجال أني أبدأها فيها مرونة في تاريخ بدايتها ولا ما فيها مرونة في تاريخ البداية طيب بنبدأ إحنا في الحل دائما في مصار الأيرلي بالروح هيك في مصار الأيرلي وبنرجع في مصار إيش اللي دعينا نبدأ في مصار الأيرلي التاسك الأولى اللي هي start اي متى بتبدأ هاي التاسك الأولى طبعا zero days قد يش بدأها وقت للتنفيذ بدها zero days وانتبنين هي zero days انه هي عبارة عن إيش معلم بس من هون البداية هلا بتبدأ في انت في الحقيقة ببدأ مشروع في تاسك بي والتاسك اي التاسك بي اي متى بتبدأها بتبدأها من بداية المشروع اللي هو على zero days لسه إحنا ما استهلكناش ولا إشي من وقت المشروع بدها سبع أيام إذن الأيرلي start زائد الديوريشن بعطيني الأيرلي finish إذن بنبدأ في سفر ديز بدها سبع أيام إمتى بننهيها بننهيها اليوم السابع تمام التاسك بي كمان نفس السيستم هادي بتبدأ في بداية المشروع zero days زائد six days duration إذن وين تبنين هي في اليوم السادس إذن إحنا صار عنا لقانون اللي هو early start زائد الديوريشن بعطيني الأيرلي finish تمام هلا بنجي وين من اي على سي وإيه سي وإيه سي بعد ايه ايه بتنهي في اليوم السادس إذن امتى البداية المبكرة لسي اللي هي اليوم السادس اللي هي اليوم السادس لما تنهي ايه إذن لأنك ما بتقدر تبدأ في سي إلا لما تنهي ايه طب وإيه بتنهي اليوم السادس معناته بقدر أبدأ في سي اليوم السادس ستة زائد أربعتاشة اليوم بدها تنفيذ معناته اليوم العشرين بتنتهي هاي التاسك طيب وبالنسبة لأيه ايه كمان نفس السيستم لأنه متطلبها السابق ايه هاي بتنتهي اليوم السادس معناته الـ early start six days ستة days زائد أربعتاش ونص يوم معناته إمتى بتنهي عشرين ونص يوم في اليوم العشرين ونص بتنهي ايه تمام هلا بنجي نكمل بنجي نكمل لديه بكل ديه عشان تبدأ في ديه لازم تكون من هي التاسك بي والتاسك سي هاي لأنه الأسهم شايفين جايين هدول بمثلوا المتطلب السابق لازم أكون من هي التاسك بي والتاسك ايش سي تمام طيب هلا التاسك بي ايه متى بتنهي في اليوم السابع طب التاسك سي اليوم العشرين معناته أنا مش ممكن أبدأ في ديه إلا على اليوم العشرين معناته في مصاري الـ early لما بيكون عندي خيارين سبعة أو عشرين بأخذ الخيار الأطول بأخذ الخيار الأطول في مصاري الـ early إذن أنا بدي في اليوم العشرين ببدي في التاسك ديه بدها أربع أيام امتى بنهيها في اليوم الأربعة وعشرين تمام هلا منيجي على الفينيش الفينيش بيقول لي عشان تنهي المشروع لازم تكونوا مخلص دي وإيه دي وإيه هاي متطلب سابق لهاي التاسك دي على اليوم الأربعة وعشرين وإيه على اليوم العشرين ونص أي يوم بنوخذ نوخذ اليوم الأطول اللي هو إيش اليوم الأربعة وعشرين تمام إذن اليوم الأربعة وعشرين زاعد صفر ديز ويساوي أربعة وعشرين هيك بنكون خلصنا مصار شو اسمه مصار التبكير اللي هو الـ early path مصار التبكير هلا نبدأ في مصار التأخير اللي هو الـ late path نبدأ في آخر تاسك اللي هي التاسك تحت الفينيش إمتى إحنا الـ late finish يعني النهاية المتأخرة والـ late start البداية المتأخرة طيب النهاية المتأخرة تكون في اليوم الأربعة وعشرين يعني بنهي المشروع في اليوم الأربعة وعشرين بدي صفر ديز لهاي التاسك معناته وينت البداية المبكرة لهاي التاسك برضو اليوم الأربعة وعشرين هلا الـ slack شو هي الـ slack الفرق ما بين الـ start و الـ start أو يعني الـ finish و الـ finish هذي احنا بنعرف انه هي الـ early start وهي الـ late start هل في فرق بينهم لا 24 و 24 هل في فرق معناته هل في سلاك ما في سلاك إذا هاي التاسك هي critical task اللي هي واجب حرج لأنه ما في هامش يعني اللعب في بداية هاي التاسك هل نرجع لهون هلا التاسك دي من وين بتأخذ مسارها الـ late من الـ finish الـ finish يوم 24 اذا هون شو بصير عنا 24 اربعة وعشرين اربعة وعشرين شوفوا القانون 24 اللي هي الـ late finish ناقص الـ duration 4 بعطين الـ late start اللي هي قديش 20 اذا شو حكينا الـ late finish ناقص الـ duration بعطين الـ late start تمام هل في فرق هون لا 24 اربعة وعشرين صفر الفرق بينهم 20 وعشرين فرق بينهم صفر اذا الـ slack قديش هون 0 تمام باجي الى وين هلا لعند E من وين جايها من finish من finish قديش 24 اذا الـ late finish شو بتكون هون شو بتكون هون 24 اربعة وعشرين ناقص 14 ونص شو الفرق 9 ونص تسعة ونص ليش 24 ناقص 14 ونص تسعة ونص تمام هل في فرق بين 20 ونص 24 في فرق قديش الفرق تلاتة ونص تلاتة ونص طبعا الفرق ما بين الـ finish والـ finish لازم يكون نفس الفرق ما بين الـ start والـ start بين الـ 6 و 9 ونص تلاتة ونص فرق اذا هاي الـ task بكل في عندك مرونة في تنفيذها يعني ممكن تنفيذها تخيلوا مين الـ start تبداها اليوم السادس واذا بدك تبداها متأخرا بتبداها اليوم التاسع ونص اليوم تسعة ونص وهذا مش رايح يأثر على تاريخ نهاية المشروع هذا مش رايح يأثر على تاريخ نهاية المشروع الـ task C من وين بيجيها من D دي امتا يعني الـ let start تبعها الـ let start 20 اذا هو اللي بيجي على الـ let finish 20 اذا هون شو بيكون 20 20 شيل منها 14 بيظل عندنا قديش 6 هل فيه سلاك هون ما فيه سلاك 0 ليش انا الفرق 20 20 6 6 تمام هلأ بنيجي على A اي انتبهوا معي هون A هلأ بده يرجع لها فيه خيارين يا من C يا من E يعني يا بيأخذ الـ 6 يا بيأخذ الـ 9 ونص هلأ شو بنوخذ؟ بنوخذ الوقت الأقل في مصار الـ late بنوخذ الوقت الأقل في مصار الـ early وحنا المصار اللي هو الذهاب بنوخذ ايش الخيار الأكبر اذا نعرفنا احنا انه في مصار الـ early في مصار الذهاب بنوخذ ايش الخيار الأكبر في مصار العودة بنوخذ المخيار الأصغر عندي 6 وعندي 9 ونص شو بيأخذ بيأخذ الـ 6 تمام 6 ممتاز 6 minus duration 6 قداش بصير عند الـ late start 0 هل فيه سلاك هون تايم لا صفر وصفر الفرق بينها صفر وستة وستة الفرق بينها ايش صفر ممتاز هلأ بنرجع على ايش بنرجع على الـ start الـ start او قبل الـ start نسوي الـ b بي من وين جايها؟ بي جايها من D بي جايها بس من D من D اليوم العشرين معناته هاي شو بدأ تكون هون اليوم عشرين عشرين مينس سبعة بعطيني 13 13 قديش الـ slack عشرين ناقل سبعة 13 13 ناقل سفر 13 اذا في عندي 13 شو يعني 13 يعني هاي التاسك بقدر ابدأها مبكرا بابداها اليوم صفر معي اليوم صفر او اليوم الاول او الثاني او الثالث لحد اليوم التالتاش وهذا مش راح يأثر على تاريخ نهاية المشروع اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم تمام هلأ نرجع على start start عندك خيارين B و A هون 13 هون صفر شو بناخد في مصاري اللات؟ بناخد الاقل اللي هو صفر تمام اذا اللات finish equal zero minus zero late start equal zero that's mean the slack time equal zero slack time equal zero ليش؟ لانه ما في فرق مش دفرانسيز بتوين اللي هم start early start والlate start ولا في فرق ما بين early finish والlate finish تمام هيك بنكون انهينا المخطط هيك بنكون انهينا المخطط ضايل عن انا اشي واحد بعد ما نصلي على الرسول ما نصلي على محمد وين critical path اللي هو المصار الحرج وين المصار الحرج المصار الحرج شوفوه المصار الحرج هو اللي بيحتوي على بتكون من كل critical task من كل الواجبات الحرجة الواجبات الحرجة اللي بيكون slack time فيها zero يعني ما فيها مرونة ما فيها مرونة فبنبدأ هون هاي وبأسوي control بعدين A هاي هو slack zero شايفين هون هاي مش من المصار الحرج ليه؟ لانه فيها مرونة في أوقات البداية والنهاية فبالتالي هون slack 13 بعدين وين بروح؟ اروح على C او اروح على E اروح على C ليش؟ لانه slack zero طيب هلا من هون بدي اروح؟ بدي اروح على D هاي هو المصار بمشي من هون برده السلق شو هي زيرو تمام بعدين وين على finish بعدين على فانش هذا المصار بعلموا باللون ايش؟ الأحمر بعلموا باللون الأحمر بعلموا باللون الأحمر تمام؟ وبخلي اللاين كمان شو يا جماعة الخير أحمر بخلي اللاين تمام هلها هدول هاي لو زغرت شوي اللهم اصلي على محمد ها ممكن اني ايش اسوي اكبر الخط بس لغايات التصميم والوضوح مثلا ما هو تمانية لو سوينا مثلا 16 تمشي الحال وسوينا كمان bold وسوينا كمان bold رائع هلا هون هين يبين عندي اذا وين المصار الحرج؟ start a c d finish start a c d finish task task و task e non critical task واجبات غير حرجة واجبات غير حرجة طيب تمام كدهش طول المصار الحرج؟ هون ممكن اجي انا على insert شايفين اجي على insert وعلى مربع النص text box واجي اكله وشوف المصار الحرج اللي هو critical path المصار الحرج بمر من عند start dash a dash c dash d dash finish ممتاز طيب هادا قديش يساوي اوقات؟ هاتو تنشوف عنا start zero ما هي a بدها 6 days 6 زائد 14 c صح 14 زائد d 4 4 زائد 0 اذا قديش المصار الحرج؟ 6 زائد 14 زائد 4 قديش يساوي؟ يساوي 14 زائد 26 24 24 days 24 يوم 24 يوم 24 يوم 24 يوم اذا هذا هو المصار الحرج الله يعطيكم العافية وبارك الله فيكم وهيك بيكون انهينا حل هذا المثال حددنا المصار الحرج اللي هو اطول مصار وسوينا المخططين اشتركوا في القناة